السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أننا سهلاً بأبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف السادس على منصة البكث المباشر بالوزارة ودرساً جديداً من دروس الرياضيات سأصحبكم في رحلتكم اليوم ومعكم الأستاذة عبد خسني معلمة الرياضيات ومدربة مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين النهاردة إن شاء الله هناخد الوحدة الأولى عملية القسمة والعوامل والمضاعفات وهنبتدي بالمفهوم الأول خوارزمية القسمة والعامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأزغر هناخد درسين الدرس الأول استخدام القسمة في العالم من حولنا والدرس الثاني تحليل العدد إلى عوامله الأولية يلا بينا نشوف هنتعلم إيه النهاردة في نهاية حصتنا هنتقن خوارزمية القسمة المعيارية عن طريق التدرب على سينيريوهات حياتية كمان هنستخدم عملية القسمة وتقدير القسمة في حل المشكلات الحياتية وتالت حاجة هنتعلمها هنستخدم تحليل العدد إلى عوامله الأولية في إيجاد عين ميم ألف وميم ميم ألف يلا بينا نشوف درسنا النهاردة لما نبدأ درسنا الأول النهاردة استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا السؤال الأول اوجد ناتج القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية ثم قدر خارج القسمة لو أنا جبتلك مسألة يا شطار 2899 على 23 طبعاً الاسم المطولة أو المعيارية أو هنستخدم خوارزمية معيارية يبقى هنروح نعمل حرف الكاف طيب عايزين نحط في الحرف الكاف ده عايزين نعرف مكونات القسمة طيب أول حالة هبدأ بيها 2899 اللي أنا حطط لك بتحتها سهم ده أروح أكتبها فين دلوقتي ده اسمه المقسوم أروح أكتبها داخل حرف الكاف تحت الخط تمام كده طيب والمقسوم عليه ينكتب فين والمقسوم والمقسوم عليه هنكتب هنا اللي هو كام اللي هو 3 20 تمام أهو أكتبه فين أكتبه خارج حرف الكاف أكتبه في الحتة دي تابع المؤشر شايفين المؤشر وأنا متحرق أهو أروح أكتبها يبقى أنا كده تعلمت إن أنا مسألة مسألة عادية هي في القسمة أروح أكتبها في شكل حرف الكاف عشان أحلها بالطريقة المعيارية الطريقة لإيه المعيارية تمام عملت حرف الكاف وكتبت المقسوم والمقسوم عليه حلوة أو طيب أنا دلوقتي عايزة بتيدي أقسم لما دأسم هروح أقوله هأسم 2 على 23 نقسم من اليسار هنقسم من اليسار أهو شايفين الـ 2 اللي أنا حوضتها عايزة أسمها على 23 طبعا ما ينفعش ده فيها كام فيها صفر فيها كام فيها صفر الـ 2 على 23 فيها صفر لأن الـ 2 صغير فلازم أخذ رقمين على رقمين فيأخذ الـ 28 كلها أخذ الـ 28 كلها لما دأسمها على 23 هلاقي الـ 28 كبير طيب 28 على 23 فيها الكام برافو عليكم فيها 28 على 23 طبعا كده كبير أروح أسم بقى 2 من اليسار على 2 من اليسار اللي عليهم دواير دول 2 على الـ 2 فيها الكام فيها الـ 1 أكتب فين واحد أكتب فوق يبقى الخطوة الأولى اللي عملتها دلوقتي في الإسمة أنا عملت عملة قسمة أهو أرجع تاني وأقول براحة كده عشان فيه هنا دلوقتي الناس لسه داخل الحصة بقول هاسم الـ 2 اللي على اليسار على كام على 23 تمام فالـ 2 ما نفعتش حطت صفر فوق خدت الـ 28 كاملة على الـ 23 طبعا 28 كبيرة عشان أقسم بقى أقسم العدد اللي تحتيه خط ده اللي حواليه دايرة حمر على 2 اللي على اليسار يبقى 2 على اليسار على 2 على اليسار 2 من اليسار و2 من اليسار فيها الكام يا شطار فيها الواحد حلو كتبت الواحد فين فوق بعد ما بأسم أعمل عملية ضرب هعمل ايه هضرب الواحد في الـ 23 أعمل عملية ايه ضرب 1 في 23 هيطلع 23 أكتبها تحت الـ 28 واطرح يبقى الخطوة الثالثة طرح لما اجي اطرح اقول 8 ناقص 3 بتساوي 5 و2 ناقص 2 طبعا بصفر يبقى كده انا عملت كم خطوة في الاسمة المطولة عملت 3 خطوات تقريب عملت اسمة من اليسار ادي كده اسمة وبعد ما أسمت او مربع خطوات بس احنا اخدنا 3 لسه الربع هقولها دلوقت قلنا اول حاجة القسمة تمام طلع فيها الواحد بعد ما كتبت الواحد فوق ما ننساش كتبتها فوق يبقى روح اعمل عملية ضرب يبقى اول خطوة اللي هي قسمة قسمة تمام وتاني خطوة بدرب اللي خارج القسمة من فوق بدرب خارج قسمة من فوق ضرب تالت خطوة اعمل ايه بعد ما اضرب اعمل عملية طرح ايوم انا ضربت من فوق واحد في 23 كتبت 23 اعمل ايه بقى اروح اعمل عملية الطرح ادي عملية الطرح الموجودة جنبي هي على ايدي اليمين لما اطرح هتبقى 8 نقص 3 5 و 2 نقص 2 صفر اعمل عملية تنزيل انزل من اللي على الدور التسعة يبقى العملية الرابعة مين يا شطار عملية التنزيل انزل التسعة جنب الخمس يبقى هنا كده ايه ننزل ننزل مين ننزل اللي عليه الدور في عملية الاسمة عشان امشي خطوات الاسمة صح امشي بالتلتيب زي ما انا قلت التسعة نزل بقى التسعة وخمسين اقرأها كلها اقرأ التسعة وخمسين كلها تقسيم 23 طبعا كبيرة فبالتالي ابدأ منين ابدأ من اليسار اتنين فيها الكام خمسة تقسيم اتنين فيها طبعا اتنين ليه لان الخمسة على اتنين معناها ان الخمسة بنفعش اناقص منها تبقى أربعة على اتنين فيها الكام فيها الاتنين من جدول الضرب طيب اروح اعمل ايه اروح اكتب اتنين فوق اهو واقول يلا الخطوة التانية انت كده اسمت خطوة التانية هنعمل ايه انا اسمت الخطوة التانية ضرب 2 في 3 2 في 3 بكام؟ ب6 طيب و2 في 2 بكام؟ ب4 فأصبحت 46 طيب أنا عملت إيه؟ عملت إسمة وبعد ما عملت الإسمة ضربت وبعد ما ضربت هعمل عملية إيه؟ الثالثة أطرح نطرح 59 ناقص 46 أهو أعمل عملية طرح تمام؟ اطرح معي 9 ناقص 6 بكام؟ 9 ناقص 6 3 و 5 ناقص 4 كام؟ 5 ناقص 4 1 ده الباقي طب حلم عندي كمان فيه رقم لسه باقي فوق نعمل إيه؟ شطر الخطوة الرابعة نعمل إيه؟ ننزل ننزل باقي الأجزاء بتاعة القسمة بتاع المقسوم التسعة تنزل أهو شايفين السهم نزل إزاي؟ أحبط 9 وقت التسعة يلا بينا نقسم تاني طب هنقسم منين يا مصر تعالوا نجرب هانيا طرح أخذ رقم لا ده احنا ناخد كام؟ هنقول المية تسعة والتلاتين عالتلاتة وعشرين لأن ده كل ده اللي هي تقسم؟ طيب لما جاء أقسم أقسم إزاي طبعا عمري؟ ما أقسم واحد إحنا فوق أسمنا اللي عليها صار طيب هلواحد ينفع تتقسم على الاتنين؟ لا هاخد مين مع بعضي على بعضه كله 13 ليه؟ بكبر العدد شوية ده 13 على 2 موجودة بجدول الضرب فيها الكام؟ فيها 12 مين بقى اللي بتدي 12 مع الاتنين؟ الستة فاكتب ستة فين؟ أكتب ستة فوق واضرب 6 في 3 بكام؟ 6 في 3 كام؟ بـ 18 أكتب 8 ومعايا الواحد أحط الواحد هنا فوق وأقول 6 في 2 بـ 12 وواحد كام؟ 13 أكتب 13 فين يا شطار أحسنتم أكتب 13 تحت 13 طيب الخطوة الرابعة؟ أيها سامعاكم بتقولوا إيه؟ بتقولوا ننزل إحنا هنطرح الأول نطرح الأول نشوف هو في حد هينزل تاني ولا لأ؟ هنطرح يلا نطرح 9 مقس 8 بكام؟ بواحد أهو طيب هو 3 نرس 3 صفر وواحد نرس 1 صفر الله في حاجة تاني جنب التسعة تنزل؟ لا كده المسألة تعتبر خلصناها بس تكون غير منتهية يبقى الباقي عندي كام يا شطار الباقي عندي هنا كام؟ واحد طيب مين ناتج القسمة؟ أو مين خرج القسمة؟ ناتج القسمة اللي فوق أهو مية ستة وعشرين يبقى خرج القسمة حل المسألة دي يبقى بيساوي مية ستة وعشرين والباقي واحد مية ستة وعشرين والباقي إيه؟ واحد يبقى باقي القسمة بواحد تمام؟ هروح أكتبها فهم هكتب أمسح بس الخطوة دي أمسح الكلام اللي احنا عملنا ده أهو لخطوات الاسمة قسمة ضرب طرح تنزيل تمام؟ وهروح أكتب وهروح أكتب دلوقتي احنا الناتج بتاعنا كان مية ستة وعشرين والباقي إيه؟ واحد طيب في بقية جزء احنا كده حلنا أوجد ناتج الجزء التاني ثم أقدر خير القسمة أقدر خلنا عملية التقديق في سنة خمسة كان فيه تقديق بالتقريب هذه الطريقة الأولى تقدير بالتقريب أكتب المسألة تاني اللي هي 2899 تقسيم 23 طيب لاحظ بك لما خدنا الدرس ده في سنة خمسة كنا بنبدأ منين؟ بنبدأ من المقسوم عليه أهو المقسوم عليه كام؟ 23 طيب 23 عايزين نقدرها بالتقريب والتقريب يقصد به الأرقام البخيلة والأرقام الكريم الاتنين من الاتنين اللي هي منزلت العشرات هاي ونقول للتلاتة هتدي للتنين لا مش هتديها لأن التلاتة بخيلة فإذا هتنزل دي كام؟ هتنزل عشرين هتنزل كام؟ عشرين أهي يبقى التقدير بتاع التلاتة وعشرين ينزل لعشرين ليه؟ لأن التلاتة بخيلة لا تعطي للتنين من الأرقام البخيلة صفر واحد اتنين تلاتة اربعة الأرقام الكريمة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تمام كده؟ طيب هنروح بقى لألفين ترنمية تسعة تسعين احنا بدأنا بكام؟ بدأنا بالمقسوم عليه ثم نقدر بالتقريب اللي هو المقسوم أروح أحدد اللي اتنين ليه الألفين؟ واسأل التمانية انت بخيلة ولا كريمة تقولك أنا كريمة طيب حلوة أو التمانية تعملي في اللي اتنين؟ تعطيها واحد تعطيها ايه؟ واحد فتصبح اللي اتنين لألفين تصبح تلات تلاف اهي يبقى هنقول تلات تلاف تقسيم كام؟ تلات تلاف تقسيم كام؟ عشرين حلوة طيب وإحنا بنقسم قد الصفر هيتير مع الصفر أو يتحذف مع الصفر ونقسم تلات مية على الاتنين يعني تلاتين على الاتنين فيها كام؟ فيها خمستاشر وصفر على الاتنين فيها الصفر فتصبح مية وخمسين تاني الصفر هيتير مع الصفر والتلات مية على الاتنين يعني معناها نص التلات مية كان مية وخمسين تمام كده؟ ده تقدير بالتقريب ندخل على التقدير بنوع آخر اللي هي استخدام القيم الايه؟ العددية المميزة. هنكتب بالمسآلة. 2.899 تقسيم الثلاثة وعشرين. برضو ههنحن نقدر مين العدد اللي هو مين المقسوم عليه. القيم المميزة لالتلاثة وعشرين. القيمة العددية المميزة لالتلاثة وعشرين طبعا أقرب شيء ليها لها العشرين. هيد أقرب شيء ليها عشرين. حلو طيب التقريب بالقيم التقدير بالقيم العددية المميزة للالفين تون Moltمية تسعة وعشرين. هنجد هنا لو احنا حطنا خطة التمانية ونسأل التسعة هتعمل ايه في التمانية التسعة تعطي للتمانية صحيح كده تديها واحد فهتصبح تسعة الفين تسعمية تصبح الفين وإيه وتسعمية ونسأل نفسنا هل الفين وتسعمية تتقسم على عشرين هل الفين وتسعمية تتقسم على عشرين فاحنا هنخليها كام هتبقى هتبقى التمانية وعشرين اهي تاني هتبقى التمانية وعشرين تنزل زي مية ليه بقى التسعة وعشرين لأنه مش هتنفع تتقسم على للعشرين. فإحنا ببتالي هنخليها التمانية وعشرين لأنها عدد زوجية. يلا. نقسم بقى حلو. هعمل ايه? الصفر هيروح مع الصفر. هيتحزف مع الصفر. ونقسم المتين وتمانين على الاتنين. طبعا المتين وتمانين على الاتنين يعني معناها اتنين على الاتنين فيها الواحد وتمانية على الاتنين فيها الاربعة وصفر على الاتنين فيها الصفر. فيصبح مية واربعين. يبقى أنا كده حلت المسألة بإيجاد ناتج القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية وحلتها بالتقدير بالتقريب والتقدير باستخدام القيم العددية المميزة. طيب نشوف السؤال اللي بعد. تطوع 98 شخصاً للعمل في بنك الطعام. وبلغ إجمالي ساعات العمل 9,702 ساعة في السنة. كم ساعة عملها كل متطور? حيث عمل كل متطوع نفس العدد من الساعات. هو بيقول لك تطوع كام? 98 شخص. طيب بلغ الإجمالي كام ساعة العمل 9,702. هو عايز دلوقتي يعرف كم ساعة عملها كل متطوع. فهدي معناها عملية ايه? عملية اسم. هنقسم مين? هنقسم 9,702 على 98 ونركز شوية في الاسم المعيارية. هروح عمل حرف الايه? عمل حرف الكاف. طيب فين المقسوم? مقسوم فين? اهو المقسوم اهو الليه 9,702. تتحط فين? تتحط تحت حرف الكاف تحت الخط ده. اروح هحط 9,702. طيب المقسوم علي يا مسعبير يتحط فين? يتحط خارج. اهو يتحط هنا على الحتة دي. على الشرطة دي. يبقى 98 هنا. طيب. يلا بقى نبتدي نقسم يا شطان. الشاطرين ما شاء الله عليكم. في ناس بسبقتني. بيقولوني لما نيجي نقسم 9 على 98 ما ينفحش. هنحط ايه فوق هنا؟ رفو عليكم. هنحط رقم 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 يسارة. احسنتم. طيب. هاخد مين بقى دلوقتي? هاخد 97 كلها. على كام? على 98. اسأل نفسك. ال 97 دي. ينفح تتقسم على 98? هتقدر تحققها? لا. طبعا 97 صغيرة. اذا فيها كام? فيها الصفر ايضا. هاخد كام دلوقتي? هاخد 970 كلها. هاخد 970 كلها. على 98. لازم يكون المقسوم اكبر من المقسوم عليه. تمام? فلما ااخد 970 كبيرة هي. نبتدي نقسم من اليسار. هنبتدي نقسم من اليسار بقى ونوزنها مع بعضها. هنبتدي نقسم بالوقتي. دلوقتي دي 970 على 98. همجأسم هاسم من اليسار. زي ما علمتك في المسألة القول. هنعمل ايه? هنعمل بالوقتي عملية ان احنا هنخبي كل اللي عليمين. انا قلتلك ثبت كل اللي عليسار. واخبي كل اللي عليمين. اه اخبي مين? هنخبي اللي هي الصفر. وهنخبي الثمانية. يبقى عندي كام? هيبقى عندي 97 على التسعة. 97 على التسعة. بس فالمهم دلوقتي لما اجأسم بقى. انا دلوقتي هاخد مين? هاخد اللي عليسار. هاخد مين? اخد 97. هاسمها على التسعة. التسعة دي. حلو. 97 فيها. 97 طبعاً يبقى فيها. انا نوصل لحد. هنبدأ بعشر. تمام? يبقى فيها 90. طبعاً العشرة كبيرة. فهنجرب التسعة. هتلاقي التسعة بتاعتنا كبيرة. هبتدقى هي التسعة هي. ونضربها. هقول تسعة في تمانية. اعمل خط تاني هنا. وقول تسعة في تمانية بـ 72. اتنين ومعايا السبع. تسعة في تسعة بـ 81. 81 والسبعة يبقى كام 88. حلو. طب راحز بقى معايا. التسعة دي تنفع ولا ننفعشي? اه تنفع. اروح اعملي بقى. اروح اكتب تسعة فوق هن. يلا نكتب تسعة فوق. يبقى انا ضربت التسعة لاني حايفة لا تكون كبيرة. انا ضربنا العشرة. العشرة هتطلح كبيرة. فالتسعة هي ايه? التسعة هي اللي تنفع. نبدأ من اول التسعة. لما كتبتها تحت وضربتها في التمانية وتسعين طلعت بتمنمية اتنين وتمانين. الاني 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 ال دي هتبقى عشر ودي هتبقى كام? ناقص أثنين ثمانية وستة ناقص أثنين منافع الش. هنأخذ واحد من التسعة تبقى دي ستتاشر. ناقص أثنين يبقى فيها التمانية والتمانية ناقص أثنين بصفة. فناتج الطاق حيطلح تمانية وتمانية. مين اللي عليه الضغل ينزل لسة عندنا رقم لا ينزل. مين ده؟ ده تنين. هننزل الاثنين. هتوقف هنا الاثنين. ونبتدي ناخد مع بعضينا طبعا هناخد كام هناخد الثمانية وتمانين اهي على التسعة الثمانية وتمانين على التسعة مين بقى اللي عاطينا اهو وما انت عندك التسعة لما جينا دقنا لقينا التسعة اهي يبقى تمانية وتمانين على التسعة يبقى فيها التسعة تسعة التسعة بواحد تمانين حلو اهو يبقى احنا هناخد التسعة اهو اتقابلت ليه لان عاطيك تمنمية اثنين وتمانين بتاعتك اللي موجودة يا. يبقى تسعة في التمانية وتسعين بتطلح كام بتمنمية وتمانية. بإذا هنكتب هنا كام. هنكتب تسعة. هنكتب كام. هنكتب تسعة. تمام. بعد ما كتبت التسعة فوق هتعمل عملية ايه يا شطار. هنضرب خارج القسمة في المقسوم عليه. تسعة في تمانية. اهو النتيجة طلعت عندك يا تمنمية اتنين وتمانين. كدها قدامك. لما جيت اجرب تجربت تحتية. فطلعت بتممية اتنين وتمانين. يبقى اتنين. تمانية تحت الثمانية والثمانية تحت الثمانية والاثنين تحت الثمانية ونترح عملية الثالثة وبعدين هيطلع كله كامل يطلع أصفر يبقى هنا نتيجة الباقي ما فيش باقي عندي الباقي هنا بصف ويبقى الناتج بتاعنا بكام بتسعة وتسعين اروح اكتب تسعة وكام اكتب تسعة وتسعين والباقي صف مش محتاجة تمام طيب ندخل على السؤال بعده اشترت هند ثلاجة بمبلة سبعتاشر الف 289 حيث دفعت ثمنه بالتقسيط على 24 شهر فين الرقم اهي دفعت ده في التلاجة يعني هي ده المبلغ بتاع التلاجة دفعت منه قد ايه استطيته على كم شهر على 24 شهر بيقولك فكم جنيها ستدفع هند شهرين وكم سيتبقى من ثمن الثلاجة بعد اخر قسط يعني الباقي هيبقى كام طيب هنشوف هند وهي بتحل حلتها ازاي دعنا نشوف هند هنحلها ازاي هنكتب سبعتاشر 1289 على كام على 24 لو لاحظت انا كل شوية ازود لك ارقام عشان يعني اضخم مسألة القسمة شوية طبعا معي الابطال بتوع هيقولي هنروح نعمل حرف الكاف اجر روح اعمل حرف الكاف هنكتب الماسوم فين هنكتب الماسوم اللي هو سبعتاشر 1289 تحت الخط يا ميس تمام واكتب ال 24 فين اكتبها هنا برا على الخط التاني الصغية اكتب 24 هي الماسوم عليه طيب عند القسمة نعمل ايه شطال ايوة هاخد رقم على رقمين اللي هي الواحد الاول على 24 واحد على 24 بكه بصفر يا ميس ما ينفعش هحط صفر فوق احسنتم هنبتدي نكبر العدد شوية ناخد كام هناخد 17 على 24 طبعا صغيرة بصفر يا ميس ممتازين هاخد بقى المية 72 وشوف كده 172 كبيرة اه تمام وهنقسم بقى من اليسار ونخبي العالمين يعني نخبي الاتنين ونخبي الاربع هخبي الاربع كده وخبي الاتنين بقيديه اهو خبتهم انا مش هتضاهم انا خبتهم طيب انا همسح عشان بس اللي داخل الحصة مايقوليش ان انا شطبتهم انا بس حبيت اسهل عليك واقولك بدك نخبي العالمين اهو معناها ان انا نخبي الاربع وخبي اللي اتنين طيب نبتدي نقسم من اليسار هنقسم كام هنقسم 17 اخد 17 على الاتنين 17 على الاتنين فيها الكام من اللي تنفع 17 ومش موجود يبقى هتنفع 16 16 على الاتنين فيها الكام فيها التماني طيب انا دل بقتي لو واحد كتبت تمانية فوق مش ممكن يطلع العدد كبير لما اضرب يطلع عدد كبير لأ ده انا هجرب فين بقى اجرب زي ما علمتك في المسألة اللي فات بعمل خط كده واكتب جدول ضرب تمانية هين اكتب تمانية واعمل الخط تاني اهو واضرب التمانية في ال 24 تمانية فاربعة كام تمانية فاربعة سبعة فاربعة كام بثمانية وعشرين تمانية ومعايا الاثنين سبعة في اتنين بكام سبعة في اتنين باربعة واثنين يبقوا كام يبقى ستاشر طلع لمية تمانية وستين يبقى من اللي هاخدها دلوقتي هاخد السبعة ليه يا ميس لأن السبعة نتيجتها تكون أقل عشان أعرف أطرح أكتب فوق كام يا شطار أكتب سبعة يلا بينا نشوف السبعة بقى لما انضربت عطت لك كام لما انضربت العملية التانية انت كده أسمت خلاص طلعت المية تمانية وستين وانا تكتب ضرب المية تمانية وستين أكتبها تحت المية تنين وسبعين العملية التالتة في المعيارين نعمل ايه هنطرح اتنين ناقص تمانية هتبقى اتناشر ناقص تمانية باربعة وستة ناقص ستة بصفر إبقى إذا احنا استلافنا من هنا فبقى دي اتناشر حلو قوي اتناشر ناقص تمانية باربعة وستة ناقص ستة ايه صفر حلو مين اللي على الدور ينزل برافو عليك والتمانية هتنزل يبقى تمانية واربعين اسأل تمانية واربعين انا عايز اقسمك على طبعا هقسمها على الاتنين حلو نقسم بقى اربع على الاتنين فيها الكام برافو فيها اتنين هنكتب كام فوق هنكتب اتنين ما هو هناخد اللي على اليسار اربع على الاتنين اهي يبقى فيها كام يبقى فيها اتنين اكتبها فوق الاتنين هتطلع عدد صغير اكيد ننفع 24 بكام هي طلعت بـ 48 بـ 48 وكام بـ 48 طب بعد ما ضربتها عمل عملية ايه؟ عمل عملية طرح لما طرحت 8 ناقص 8 صف و 4 ناقص 4 صف والمسألة ما انتهتش المسألة لسه فيها حاجة لقصة هنعمل ايه؟ لسه في عدد فوق اهو مين ده؟ التسعة يلا هنزله تحت هننزل العملية الرابعة هننزل كتبت التسعة او ما اسمها يا تسعة اسمي على الـ 24 ها ينفع لما ينفعش اذا هيطلع هنا فوق ايه؟ هنحفظه بكام؟ هنحفظ بصف التسعة لما يجي تقسيمها على الـ 24 بصف لانها ما فيهاش حاج طب بالتالي ده يبقى ايه؟ التسعة دي تبقى ايه؟ تبقى هي الباقي التسعة تبقى الايه؟ تبقى الباقي يبقى انا كده لما اجي اكتب اقول انها دفعت 720 قمت القصد 720 وهيتبقى كام؟ وهيتبقى تسعة اهو هتدفع كام جنيه كل شهر؟ هتدفع اهو 720 كل شهر؟ والباقي من 8 التلاجة اللي بعد اللي هو اخر قصد هنقول الباقي الباقي تسعة الباقي كام؟ الباقي تسعة حلوة او يلا بينا ندخل على الدرس التاني ممتازين نسمع الدرس التاني يلا بينا؟ اهلا وسهلا بابنائنا وبناتنا طلاب الصف السادس والدرس التاني معنا بعنوان تحليل العدد الى عوابله الاولية يلا بينا ندخل مع بعض رحلتنا العدد الاولي هو الذي له عمل لام فقط الواحد والعدد نفسه تعالوا نشوف مثال مع بعضين دلوقتي امثلة الاعداد الاولية ليه ايه؟ اثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وحداشر ثلاثتاشر سبعتاشر تسعتاشر وهكذا خلي بالك انا حوطلك العدد اثنين تعالوا بقى نشوف شوية معلومات تحتيها لما اجا اقول لك اصغر عدد اولي زوجي هو تقول لي كام؟ تقول لي اثنين طيب لو اصغر عدد اولي فردي هو كام؟ طبعا ثلاثة طيب الواحد ليس عدد اولي ليه؟ علشان ليه عامل واحد فقط هو نفسه طيب تعالوا مع بعضينا نتذكر تحليل العدد باستخدام شجرة العوامل يا شطار لو اعطتك العدد اربعين يلا تعال حللها في شجرة العوامل الاربعين عبارة عن اربعة فعشرة طيب الاربع دي كام في كام؟ الاربع عبارة عن اثنين في اثنين والعشرة عبارة عن كام؟ عبارة عن اثنين في خمسة برافو عليكم يبقى عندي دلوقتي لما اجي حلل العدد اربعين تبقى الاعداد الاولية بتاعته عبارة عن ايه؟ اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في خمسة برافو عليكم طيب لو جيت أعطيت لكم العدد الثاني 18 لما ديحلله في شجرة العوامل يبقى 2 في 9 وطبعاً اللي 2 عدد أولي هنوح نشوف التسعة عبارة عن كم عبارة عن 3 في 3 يبقى الأعداد الأولية لشجرة العوامل للـ 18 هي عبارة عن 2 في 3 في 3 طيب لما أجسألك سؤال يا شاطر وأقول لك اوجد العامل المشترك الأكبر اللي هو عين ميم ألف للعددين 12 و18 لو بدأنا بالعدد 18 هنحلله لـ 2 في 9 الـ 2 أولي والـ 9 تعتبر 3 في 3 يبقى لما أجي دلوقتي أحلل الـ 12 عبارة عن 2 في 6 الـ 2 عدد أولي الـ 6 تتحلل الـ 2 في 3 تمام يبقى أنا عندي كده الـ 18 بتساوي هقول 2 في 3 في 3 تحتيها أكتب 12 وأقول 2 في الكتب تحت الـ 2 والـ 3 أحطها تحت الـ 3 زي ما أنا عملت كده والـ 2 الأخيرة تنكتب في الآخر وشد خط وأقول له عين ميم ألف عبارة عنه من فوق أروح أحوط المشترط هتلاحظ أن الثلاثة لها أخت تحتها ثلاثة حوطها والـ 2 لها أخت تحتها نحوطها يبقى دي العامل المشترط يبقى عين ميم ألف عبارة عنه بناخد من كل رقمين رقم واحد يعني الثلاثين خدت الثلاثة الـ 2 والـ 2 أخدت منهم واحدة اثنين فيصبح عين ميم ألف وهو العامل المشترط الأكبر للعددين 12 و 18 وتصبح 2 في 3 بكام ب6 رفع ليكم طب السؤال اللي بعده اوجد المضاعف المشترط الأصغر للعددين اللي هو 12 و 18 ويطلق على المضاعف المشترط الأصغر ميم ميم ألف طبعا إحنا حللنا الـ 12 و 18 بشغلة العوامل يبقى على طول هكتب 18 بالتاوي انت حللت هالي الـ 2 في 3 في 3 طبوة الـ 12 عبارة عن الـ 2 تكتب تحت الـ 2 والـ 3 تنكتب تحت الـ 3 زي ما أنا بشتغل كده وأكتب الـ 2 في الآخر وشد خط واكتب ميم ميم ألف لما أقول لك سؤال اوجد المضاعف المشترط الأصغر للعددين يبقى هاخد كل الأرقام كل الأعداد الموجودة قدامي هاخد الـ 2 أكتبها والـ 3 أكتبها والـ 3 أكتبها والـ 2 أكتبها وبعدين أضرب 2 في 3 بـ 6 و3 في 2 بـ 6 يبقى 6 في 6 بـ 36 فيصبح المضاعف المشترط الأصغر للعددين من من ألف 12 و 18 يطلع بكام يطلع بـ 36 ورفع لي جمال عندي الأعداد الأولية فيما بينها هي التي يكون العام المشترط بينهما هو عدد وحيد فقط هو الواحد يبقى الأعداد الأولية فيما بينها هي التي يكون العام المشترط بينهما الوحيد هو الواحد زي مين? تعالوا نشوف المثال ده. أربعة وتسعة. العام المشترط بينهما هو الواحد. الاربعة عبارة عن اتنين واثنين. والتسعة عبارة عن ثلاثة في ثلاثة. يبقى إذن فين العام المشترط بتاعهم؟ العام المشترط بينهم هما الاثنين هو الواحد. الصحيح. إذن يكونان عددان أولين فيما بينهما يكون هو الواحد الصحيح والعددين هو الواحد. طيب دلوقتي عوامل العدد عايزين بنا نتعلمها هي الاعداد التي حاصل بربهما يكون هذا العدد ولها عدد ايه محدد يعني ايه تعالوا نفهم يعني مثلا عوامل عدد ستة يا شطار بصوا معي عوامل عدد ستة قولولي عوامل عدد ستة مين ومين هتقولولي واحد في ستة وهتقولولي اتنين في تلاتة يلا نكتبه يبقى عوامل عدد ستة واحد واثنين وتلاتة والستة نفسها تمام حلو طيب عايزة اسأل عن مضعفة يعني ايه مضعفات العدد مضعفات العدد هي نواة تقدر بالعدد في واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة الى مالة نهاية تمام طيب لو جيت سألتك عند ايجاد مضعف مشترك اصغر لعددين احدهما مضعف للاخر فان مين مين الف يطرى هيكون ايه بقى لو انا عندي مثلا اربعة وتماني يبقى المضعف مشترك الاصغر لعددين هما ايه هيكون هو العدد الاكبر يعني لو قلتك اربعة وتماني هتختار لي كام هتقول لي تماني يبقى انا هختار العدد الاكبر يبقى عند ايجاد مضعف مشترك اصغر لعددين احدهما مضعفا للاخر فان مين مين الف هو العدد الاكبر تمام طيب لو انا قلت لك عند ايجاد عامل مشترك اكبر لعددين احدهما مضعف للاخر فان عين مين الف السؤال ده مهم عند ايجاد عامل مشترك اكبر لعددين احدهما مضعف للاخر عايزين عين مين الف عند عين مين الف انا عايزة المضعف مشترك العامل مشترك اكبر يبقى ايزا هاخد العدد الازغر ااخد العدد الايه هاخد العدد الازغر تمام خلي بدنا من النقاط اللي انا قلت عليها ده طيب يلا بينا نشوف السؤال عند ايجاد مضعف مشترك اصغر لأي عددين اوليين فان مين مين الف هي اهو السؤال بيقول لي عند ايجاد مضعف مشترك اصغر لأي عددين اولين فان مين مين الف هما ايه اي Sold on هي حاصل ايه؟ ضربهم. طيب لما اجا اقول لك تحليل العدد. انا عايز احلل العدد 24 بشجرة العواني. تعف تحللها? اه نعف نحللها. هيبقى كم في كام? هنقول مثلا 4 في 6. طيب كتبت 4 في 6. يبقى 4 وال6. ال4 وال6. عددين غير اولين. طيب ال4 هنجيبها اعداد اولية ازاي? نحلل العدد الاولية ازاي? يبقى ال4 عبارة على اتنين في اتنين. اهي. اكتب اتنين هنا. واكتب اتنين هنا. عافي على اولادي. طب وال6. ال6 عبارة على اتنين في تلاتة. كده انا حللتها لأعداد اولية. يبقى لما اجا اكتب 24 بقى. انا عايز اكتبها. اكتبها تحت هنا. اقول 24 تساوي. ها بتساوي اتنين. امسك كل النهايات اللي هي الاعداد الاولية. اكتب اتنين في اتنين في اتنين في كام? في تلاتة. طيب لو جبتلك العدد 18. انا عايز حلل 18. طعف تحلله? اه. اه. احف حلله ازاي? اراح اقول له 18 عبارة عن انا عمله باشرة عوامل. 18 هحلها انا هتبقى بكم? هتبقى اتنين. ها? في تسعة. برافو عليكم يا شطار. برافو عليكم. اللي اتنين نسألها انت عدد اولي? اه. تفضل زي ما هي. التسعة. يلا نفكها. كام في كام? التسعة عبارة عن? تلاتة. برافو. في كام? في تلاتة. عافي على اولادي. تلاتة في تلاتة. طيب. عايزة اكتبها بقى? اكتب تحليل ازاي? اكتب تمنتاشر تحتها هنا كده. اكتب تمنتاشر. واكتب يساوي. ها? ناخد بقى العوامل الاولية. كلها ببعض. يبقى اتنين. عبارة عن اتنين. في تلاتة. في تلاتة. برافو عليكم. شطار. ادي تحليل العدد. طيب. لو جبتلك سؤال وقلتلك حل العددين. اربحتاشر وواحد وعشرين. ثم يوجد عين ميم ألف وميم ميم ألف. يلا نكتب الاربعتاشر. اه. هكتب اول واحدة هنا كده. اكتب اربحتاشر على اليمين. اكتب اربحتاشر. ويلا. نحللها الاعداد الاولية. عبارة عن كم في كم? عبارة عن اتنين. ها? في سبعة. ودي اعداد اولية. الاتنين والسبعة اعداد اولية. طيب الواحد وعشرين. امسك واحد وعشرين. واكتبها هنا. ادي الواحد وعشرين. نعمل لها شجرة عوامل أهي شجرة العوامل 21 كم في كم عبارة عن 3 في 7 أنا كده عملت عملية تحليل بشجرة العوامل يبقى أنا حددت كده حلت أول جزء في ستوائل هاتلي الجزء الثاني عايز عين ميم ألف أقول له حاضر تعال نكتب الـ 14 أكتب الـ 14 أهي على جنب زي ما علمتك النهاردة وأقول له عبارة عن 2 في كم يا شطار في 7 طيب والـ 21 يا ميس أكتبها تحتيه وإحنا كده هنكتب بقى عين ميم ألف وميم ميم ألف ها هكتب كم في كم أكتب 3 في 7 طيب الثلاثة ملهاش حد هنا أروح أكتب السبعة الأول هنا تحت السبعة نكتب كل واحد تحت أخوه وأكتب الثلاثة على الطرف صحي كده لأنه ملهاش أخي ليها هنا حلوة لها الصورة تانية وأشد الخط التاعي وبعدين بقول عايزة أجيب عين ميم ألف أغير اللون ونشوف هنكتب ازاي لو أنا عايزة عين ميم ألف يبقى أنا أهو الحل الجزء التاني عين ميم ألف حل معايا شاطر نسب إني ممتازين عين ميم ألف يعني يقصد بها إيه يقصد الأعداد المشتركة فين المشترك أهو السبعتين دون ناخد منهم كام ناخد سبعة أهي العين ميم ألف تطلع بسبعة حلوة أول طيب يا ميس عايزين نجيب الميم ميم ألف الميم ميم ألف أنا هغير اللون واخده اللون البني كده وأقول كده أقول ميم تحت الخط برضو ميم ميم ألف أبيان لك الميم دي ميم ميم ألف تمام وأقوله يستاوي اتفعنا أن أي سؤال عن المضاعف المشترك الأسرع هنعمل إيه هناخد كل الأعداد أحوط لك كل الأعداد أهو كل الأعداد يا ميس آه كله في المضاعف المشترك الأسرع أخد كله أخد الاتنين وأخد من السبعتين سبعة وأخد كمان التلاتة يبقى الميم ميم ألف أخدهم كلهم وأكتبهم إزاي هكتب كده اتنين في السبعتين أخد سبعة في التلاتة وندربهم في بعض نضرب تلاتة في سبعة بواحد وعشرين واحد وعشرين في اتنين بكام واحد وعشرين في اتنين باتنين واربعين واحد وعشرين في اتنين بكام ينشطار باتنين واربعين يبقى أنا لما يجيني سؤال زي كده يقول لحل العددين واحد وعشرين واربعتاشر أحل لهم أحل الـ 14 وحل الـ 21 طيب يوجد عين ميم ألف راح أقول له أكتب هنا الـ 14 بعواملها واكتب الـ 21 بعواملها واشد خط واكتب تحتها عين ميم ألف أخذ المشترك اللي هو ما السبعتين خدت منهم سبعة والميم ميم ألف خدتهم كلهم أخذ الاتنين وأخذ سبعة واحدة وأخذ تلات وأضربهم في بعض وبكده نكون وصلنا لأنه إحنا أخذنا النهاردة ولخص ما أخذنا النهاردة تعلمنا خوارزمية القسمة المعيارية عن طريق تدرب اتعلمنا استخدام عملية القسمة وتقدير القسمة في حل المشكلات الحياتية وكمان اتعلمنا إزاي نستخدم تحليل عدد العوامله الأولية في إيجاد عين ميم ألف وميم ميم ألف إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع تحياتي الأستاذ عبيب حسني أحمد إدارة ناصر التعليمية محافظة بن سويف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته